أفق غامض ومشهد سياسي وميداني معقد وأزمة تخلق أخرى ليس فقط في شمال اليمن بل وفي جنوبه أيضا هكذا بات المشهد بعد تعدد الفاعلين المحليين والإقليميين واتساع رغبات السيطرة وتجاوز فكرة الدولة في البلاد وعودة الأمم المتحدة للتحذير من مغبة تفاقم الأزمات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث وفي تحركاته الجديدة عقد لقاء مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير في جدة جريفث أوضح أنه ناقش مع الجبير السبلة الممكنة لاستئناف العملية السياسية باليمن والعودة إلى مسار السلام والجهود المبذولة لحلحلة الأزمة في جنوب اليمن التحركات السياسية للمبعوث الأممي لم تعد تؤثر كثيرا في الواقع اليمني كما يقول مراقبون خاصة بعد أحداث عدن والتمرد على الحكومة الشرعية من قبل القوات المدعومة إماراتيا علاوة على عدم وجود خارطة طريق واضحة للأمم المتحدة لتحريك عملية تنفيذ اتفاق ستوك هولم أما في الجهة الأخرى عاودت اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق الحديدة وإعادة الانتشار في المحافظة اجتماعاتها في ظل عدم وجود تفاؤل في الأوساط المحلية نتيجة تعثر كل الجهود الأممية السابقة الاجتماع بين وفدي الحكومة والميليشيا وسط البحر ناقش تشغيل مركز عمليات مشتركة وتفعيل آلية التهدئة والاتفاق على نشر مراكز مراقبة في بعض مواقع خطوط التماس لتعزيز عملية وقف إطلاق النار يوما بعد آخر تزداد تعقيدات الصراع اليمني ويزداد معها تقويض السلطة الشرعية شمالا وجنوبا كما يقول متابعون أمام تساؤلات عديدة حول ماذا يجب على السلطة الشرعية والفاعلين الدوليين القيام به لإيقاف كل هذه الأزمات والحفاظ على الدولة وسلطاتها ووجودها في اليمن